في محاولة على ما يبدو لتهديئة معارضه في الداخل والخارج وبعد ثلاثة أشهر من إعلان قرارات استثنائية أعقبتها أزمة في البلاد قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال إصلاحات على النظام السياسي تستجيب لمطالب التونسيين وأعلم جيدا بعض التفاصيل وستأتي اللحظة التي أعلن فيها عن كل التفاصيل حتى يتحمل كل واحد منه مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب نحن نريد تطهير البلاد وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التونسي ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية لم يوضح سعيد تفاصيل الجدول الزمني للإصلاحات التي يعتزم إدخالها على النظام السياسي واعتبر أن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفش للفساد في البلاد الرئيس التونسي اعتبر الأزمات التي تعيشها تونس مفتعلة يرم أصحابها إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية هذا فضلا عن القضايا التي تهم أموال الشعب التونسي الذي زاد في تفقيره وفي التنكيل به بكل الوسائل بقطع الماء بقطع الكهرباء بترك النفايات في كثيرا من المدن حتى تصبح القضية قضية نفايات لا قضية منظومة حكم وكان الرئيس التونسي قد دعا في أكتوبر الماضي القضاء إلى تحمل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وخاصة التجاوزات المالية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019 وفيما ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور تؤيدها قوى أخرى ترا فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي ترجمة نانسي قنقر